اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجل مصري رامي امام الابن البكر للفنان الكبير عاد الامام شايعة وفاة ابيه وصفها بانها سخيفة وعلق نجل الزعيم عاد الامام على ما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة قائلا الحديث عن وفاة عاد الامام شايعة سخيفة وليست المرة الاولى التي تطلق مثل هذه الاقاويل من جانبه اكد نقيب الممثل في مصر اشرف زكية ان انباء وفاة عاد الامام كذب مؤكدا ان الزعيم في بيته ولم يدخل اي مستشفى كما تدعي تلك الصفحات وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء حول وفاة الزعيم عاد الامام بعد تعرضوا لواقع صحية مفاجئة ما هي حقيقة وفاة الفنان عاد الامام منذ قليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء تفيد بوافاة الزعيم عاد الامام حيث قالت الانباء التي تداولت ايضا من فترة وكان اخرها منذ مارس الماضي ان حالته الصحية تدهوت للغاية ولكن قال سمير فقية معد واحد البرامج ان وفاة عاد الامام ليس لها اساس من الصحة وهو بحالة جيدة وكتب على صفحاته بوس توضيح لهذا الامر جاء فيه لا يوجد فائدة لقد مللت والبيخين لا يملون والاستاذ عاد الامام بصحة جيدة والحمد لله بألف خير مشيرا الى ان الزعيم كان يلقبه معجبوه يقضي حاليا اجازته مع عائلته في الصحة الشمالية واختتم توضيحه قائلا وهذا بمثابة اخبار مني لكل من يسأل عن صحة الزعيم ابرز مدخلات التوكشو عاد الامام يعلق على شعاعة وفاته عايزني اموت لي طمعن الفنان الكبير عاد الامام بحبي وجمهوره على صحته وذلك بعد تردد انباء عن تدهر حالته الصحية على بعض المواقع الاخبارية قائلا برد عادي جدا وما فيش حاجة عايزني اموت لي ليرد الاعلام عمرو اديب لا طبعا انت فنان كبير احنا عندنا كمعاد الامام واضاف عاد الامام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية تقديم الاعلام عمرو اديب انه متوائد في منزله ويقرأ الجرائد كما يقوم بحل الكلمات المتقاطعة مشيرا الى انه انتهى من تصوير مسلسل والذي سيعرض في رمضان المقبل 2020 واختتم عاد الامام حديثه مع الاعلام عمرو اديب بعد ان طالبه بتوجيه رسالة للشعب المصري قال فيها يا رب يبدع عنك كل مكروه وقلوبكم دايما سمحة ومحبة وجميلة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية انبان حول وفاة الفنان المصري عاد الامام الامر الذي دفع الصحفية سامير فقيه معد برنامج احلى النجوم الذي تقدم العالمية بوسي شلبي الى الخروج لنفر تلك الشيعات والتأكيد على ان الزعيم بصحة جيدة فكتب في منشور له عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفق ما نقلته نورت قالنا مفيش فيدة انا زهقت والبيخين ما يزهقوش الاستاذ عضي الامام بصحة جيدة والحمد لله بالفخير وتابع يقضي حاليا اجهزته مع عائلته في الساحل الشمالية وهذا من مثابة اخبار مني لكل من يأسل عن صحة الزعيم اليوم السابع يوضح حقيقة وفاة عاد الامام بوعكة صحية مفاجئة نشر موقع اليوم السابع حقيقة وفاة عاد الامام بوعكة صحية مفاجئة حيث تدول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس خبر وفاة الفنان المصري الكبير والبالغ من العمر 80 سنة في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة لكن مصادر رسمية لم تتحدث لكن مصادر رسمية لم تتحدث عن هذا الخبر حتى هذه اللحظة اليوم السابع يوضح حقيقة وفاة عاد الامام بوعكة صحية واكدت مصادر عائلية لموقع اليوم السابع ان الشائعات المتدولة للفنان عاد الامام في حالة صحية سيئة او انه توفى لم تكن صحيحة دعية ان نشطه على وسائل التواصل الاجتماعي الى التوقف عن نشر الاكاذيب ويقاف بث هذه الاخبار الى المتابعين يشار الى ان شائعة وفاة الفنان الكبير عاد الامام لا تتوقف عن تداول حيث يخرج احد افراد عسرة الفنان او المقربين منه من وقت لا اخر لنفيها لكنها تعود بسرعة وتجدد لتطفو على المشهد الاعلام الفني مرة اخرى وفي وقت سابق قال الزعيم عاد الامام انه بخير ولا صحت على الاطلاق لشائعة وفاته التي انتشرت منذ وقت قصير عبر وسائل الاعلام واكد انه بصح جيدا وغاد من تلك الشائعات التي تظهر من وقت لا اخر وعلق القائد انا بخير ومفيش اي حاجة والحمد لله يشار الى ان عاد الامام الذي يحتفل بعيد ميلاده الثمانين في العالم العربي نجح في كتابة تاريخ فني مستقل من خلال عدد كبير من العمال الفنية التي يتعلمها الجميع خلال سنوات عديدة بعد ان اصبح الزعيم بمثابة مدرسة فنية يمكن لاي فنان ان يمر من خلالها شاهد حقيقة وفاة عاد الامام اليوم 2020 جراء اصابته بفيروس كورونا وردت انبام روع خلال الساعات الماضية حول حقيقة وفاة عاد الامام اليوم 2020 جراء اصابته بفيروس كورونا في القاهرة عن عمر يناهز ثمانين عاما حيث وثار الخبر ضاجة واسعة وسط رواد الشبكات الاجتماعية في حين اكد نقيب المهن التمثلية اشرف زكية ان من يكررون هذه الشيعات يبحثون دائما عن اثارة الجدل بأي شكل من اشكال مجيرا الى ان القائد الزعيم على ما يرام ولم يتعرض لأي اذى الزعيم عاد الامام ينهر باكيا على الهواء عند سماع الخبر الصادم يعد الفنان مصطفى متولي من ابرز الفنانين الذين تسببوا في نهيار حقيقي للفنان عاد الامام وقد مثل رحيله صدمة قوية لعملاق الكوميديا المصرية في اشارة الى ان الفنان مصطفى متولي موثل المصرية من موليد مدينة بلا بمحافظة كافر الشيخ عام 1949 تعلم في معهد الفنون الادائية ان يتخرج كممثل وتمكن من ايجاد منصب متميز له حيث توفي عن عمر يناهز 51 عاما ووصل عاد الامام الى سن 80 سنة وهو من اقدم الممثلين المصريين والعرب ومنذ طفولته قضى البطولات في المصرحيات والافلام والمسلسلات واخرها فالنتينو الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وكانت هناك العديد من اشائعات التي استهدفت حياة عاد الامام منذ اكثر من خمس سنوات احيانا بسبب تداول حالته الصحية واخرى بسبب فيروس كورونا لكن كل ما تم تداوله ليس له اساس في الحلقة ولانا ازل المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان نهي حديثي ساطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بيرايكم في التعليقات ما هو سر رغبة الجميع في وفاة الفنان الكبير عاد الامام لا تنسوا ان تشاركوا بيرايكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننى الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة